اشتركوا في القناة على هامش اجتماع لجنة التراث العالمي الثاني والاربعين والذي يقام في قرية لونسكو في البحرين ننضم المركز الاقليمي العربي للتراث العالمي بالتعاون مع مركز ابحاث المعرفة التقليدية في ايطاليا ندوة حول تراث الماء ومناظر الواحات الطبيعية حيث تم تسليط الضوء على انظمة ادارة المياه التقليدية الموزعة في مختلف ارجاء البلدان اليوم تركيزنا على ايجاد التوازن الايجابي ما بين المحافظة على المواقع الاثرية وايضا الضغوطات اللي ممكن تتعرض لها الحكومات لتنمية هذه المناطق بسبب الاقتصاد تشغيل الاشخاص التحدي لبعض التحديات الاقتصادية اللي بتشفيها بهذه المناطق فاكثر المشاكل اللي اسمعنا عنها اليوم في النقاشات هي يعني تأتي بسبب عدم موجود يعني معادلة متوازنة ايجابية ما بين متطلبات السياحة والتنمية وما بين المحافظة فاعتقد انه هذا الاشيء الرئيسي اللي يجب التركيز عليه والمخرجات تصب في هذا الموضوع دور الماء في حياة الانسان في المنطقة العربية من بداية الانظمة المالية والمائية مثل الافلاج اللي هي كانت تسقي وتحيي المناطق سواء في عمان او في مناطق بالجزيرة العربية وغيرها وايضا عن الوحات فالوحات وكيف كان يمكن يعني توفير الري والمياه اللازمة لحياة الوحات وكيفية حمايتها وكان معنا عدد من الخبراء يعني دوليين واخبير من عمان هو المسؤول عن التراث العمراني في سلطنة عمان وتكلم عن الافلاج وانواعها الموجودة هناك فعاليات متنوعة ضمها اليوم الثاني للمؤتمر صلطت الضواء على اهم الامور المتعلقة بانواع الواحات التي تنتشر في ارجاء الوطن العربي بالاضافة الى معرض اقيم في بهو قرية اليونسكو ويستمر حتى نهاية اعمال لجنة التراث العالمي ويضم صورا ومعلومات قيمة حول الواحات انواعها واماكن توزيعها جغرافيا في المنطقة العربية ولجنة التراث العالمي التي نقوم بها سنويا والتي تصدفها البحرين مشكورة جدا هذه السنة هي لجنة تحتوي على 21 عضو منتخب من الدول الاعضاء للاتفاقية وهي تنظر بتسجيل مواقع جديدة وبحالة التراث الطبيعي والثقافي فتتطرق لكل المشاكل الحالية وللاحتياجات كل المناطق من تعزيز القدرات والقيام بالاجراءات الحماية بشكل عام انشطة متنوعة تحدث عنها المتخصصون يضمها 82 موقعا عربيا واندرج على قائمة التراث العالمي منها 74 موقعا ثقافيا وخمسة مواقع طبيعية وثلاثة مواقع مختلطة طبيعية وثقافية خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة